هوية بريس نعتمد فيها على التواصل المباشر وبدل الوسع والجهد لإقناع شبابنا بالخطر للتجارة الأولى لفة الحشيش الأولى الكأس الأولى محدرين إياهم من دخول عالمي الإدمان المحفوف بكل أنواع المخاطر وعلى رأسها الأمراض العقلية والنفسية وضيع المستقبل الدراسي والمهني وبالنسبة للمدمنين ندعوهم على الفور إلى التجاء إلى مراكز العلاج لتشافي من مرض الإدمان كما نعتمد أيضا المقاربة القانونية التي تبين أن القانون المغربي يجرم ترويج المخدرات ويجرم سهلاك المخدرات ويجرم إنتاج المخدرات هذه المقاربة التي نعتمد علىها بشكل كبير ونحن نتملكنا الحق الحيرة الشديدة نحن نرى أن كل جهودنا تتهاوى في التوعية تتهاوى أمام من يحسب نفسه على الفن ويدعو في مهرجان ممول من جيوب الآباء والأمهات المغاربة إلى استهلاك المخدرات والخمور ومستعمل كلمات نابية ساقطة وكأننا في حملة مضادة نكسب نحن في مجمع المدني حملة مضادة ضد كشيك ندعو عليه ندعو له مضادة حيث مع الفارق طمعا الكبير أن هذه الحملة ممولة بمبالغ ضاهدة يتكلم الإعلام عن 8 ملاير بمقاربة مع المبالغ نحن التي نستعملها نحن في حملتنا أنه أمام آلاف الشباب في نفس اللحظة في حين أننا بالأقصى ندخل مؤسسة أو على الأقل قسما أو قسمين كما يعني هذه الأمامة كما قلت كاميرات العالم ورجال أمن المغرب فالمقاربة القانونية الأمنية تتحاول لأننا أمام رجال الأمن المقاربة الاجتماعية لم يعود لها مكان فالحديث أمام كاميرات العالم والآباء والأموات أما المقاربة القيمية فلا تجد لها مكانا وسط هذا الضجيدي وهذا العواء